لقي تسعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب أربعة عشر أخرون بجروح مسأمس الجمعة في حادث سير بمحافظة صلاح الدين وأفاد مدير إعلام شرطة المحافظة العقيد محمد الجبوري في بيان أفاد أن الحادث وقع في قضاء الدور جنوب شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين وذكر أن الحادث أسفر عن مصرع تسعة أشخاص بينهم خمسة طلاب من المعهد التقني بمحافظة صلاح الدين وإصابة أربعة عشر أخرين وأوضح أن الحادث وقع بسبب غزارة الأمطار وعدم التزام السائقين بتعليمات مديرية المرور على الطرق وأضاف أن فرق الإنقاذ باشرت بنقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي وإسعاف الجرح إلى مستشفى تكريت العام